يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السادسة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك مرحلة الظهور في صورتها الفائقة هكذا تسلسل الكلام عبر الحديث عن المسارين المسار الأول المسار التأريخي المسار الثاني مسار التغيير العظيم إلى أن وصلنا إلى الرجع تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين فيما استطعت بيانه بخصوص موضوع الرجعة إنها عقيدة قرآنية أساسية من دون الاعتقاد بها فإننا نكذب القرآن ونرد عليه وأعتقد أن الأمور كانت واضحة وجلية من خلال البيانات المتقدمة في الحلقتين الماضيتين وإن كان الحديث إجمالياً من أراد التفصيل يمكنه أن يعود إلى برامج المختلفة والتي تبث عبر هذه الشاشة وتتوفر في الوقت نفسه على الشبكة العنكبوتية إنني تحدثت كثيراً عن الرجعة وشؤونها وأتمنى أن أجد فرصة مناسبة في قادم الأيام كي أفتح بانوراما عن الرجعة العظيمة إنها الرجعة الكبرى خلاصة الكلام الرجعة رجعتان رجعة صغرى ورجعة كبرى الرجعة الكبرى لا أتحدث عنها في هذا البرنامج وإذا ما جاء ذكرها فإنه يأتي عرضياً لأن الرجعة الكبرى هي اليوم الثاني من أيام الله وهذا البرنامج يتحدث عن اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة اليوم الأول يوم القائم اليوم الثاني يوم الرجعة إنها الرجعة الكبرى اليوم الثالث يوم القيامة الكبرى فحديثنا في هذا البرنامج وفي بانوراما الظهور المهدوي عن الرجعة الصغرى لأنها شأن من شؤون مرحلة الظهور وأعتقد أن المضمون هذا بات واضحا من خلال ما تقدم من بيان في الحلقتين الماضيتين مرحلة الظهور في مسارها الثاني في مسار التغيير العظيم وحيث هناك تغير هائل في منظومة الزمن ومر الكلام في هذا تأتي الرجعة منسجمة مع هذا التغيير الهائل في منظومة الزمن فما بين منظومة زمان جديدة وبين رجعة تفرض حالة جديدة للحياة الروايات تخبرنا من أن الناس الذين هم على مرتبة من الإيمان والمعرفة المتميزة يستطيعون أن يتواصلوا مع الأموات ومر علينا في الروايات من أن المؤمنين قطعا ليس الكلام عن الجميع وإنما عن خواصهم يحيون الموت في مرحلة الظهور هذا كله يأتي منسجما مع حالة الرجعة التي تأتي متسقة مع التغير الهائل في منظومة الزمان وكل هذا يأتي في سياق الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي هذه المضامين لا تأتي منفصلة مثلما بيّنت لكم هذا التبويب في البرنامج تبويب اعتباري لأجل أن تصل المعلومات بنحو مناسب إلى المتلقي وإلا فإن المضامين التي ذكرتها في المسار الأول في المسار التأريخي والمضامين التي تحدثت عنها في المسار الثاني مسار التغيير العظيم ابتداء من أول عنوان وانتهاء بعنوان الرجعة الذي أحدثكم في هذه الحلقات بخصوصه كل الوقائع وكل التفاصيل تتداخل فيما بينها فليس هناك من انفصام حاد بين هذه الوقائع وبين هذه المجريات في الوقت الذي تجري الأحداث في مكة وفي المدينة وهكذا فإن أحداث التغيير العظيم تجري في الوقت نفسه بعض الأحداث تأتي مرة واحدة وبعض الأحداث تأتي بنحو تدريجي بحسب ما تقتضيه حكمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذ أن الأمور تجري في ظل ولايته التكوينية والتشريعية ومن هنا يأتي الانسجام بين هذه الوقائع ويأتي الاتساق بين هذه المجريات وهو نظم عجيب نظم عجيب نظم عجيب فإن صورة الحياة ستتغير بالكامل ولذا لابد من تغيير كبير في مستوى العقول وأهم شيء أهم شيء في الرقي العقلي الأسلوب الذي سيعتمده الإنسان في تفكيره هنا هنا مقتل الإنسان وهنا هنا نجاة الإنسان أسلوب التفكير ما هو هذا الأمر الذي قضى على الشيعة لأن المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية البترية دمرت العقل الشيعي وأعطت للشيعة أسلوبا في التفكير هو أسلوب استحماري إنه دون مستوى الجحوش ولذا حدث الذي حدث فإن شيعة يحبون العترة الطاهرة لكنهم لا يملكون العقل الذي يستطيعون أن يميز بين بين دين العترة الطاهرة وبين دين أولئك السفلة البتريين من الذين يقال لهم آيات وحجج آيات شيطانية وحجج إبليسية هذه الحقائق التي تطرح لكم في هذا البرنامج لا يفقهونها ولا يفهمونها وينكرون أحاديثها سوهد الله تعالى وجوههم وبعد ذلك يفرضون على الشيعة من أنهم أعلم العلماء من أنهم سادة المحققين إلى قائمة طويلة من هذه الألقاب الفارغة من المعنى ومن المضمون على أي حال لا شأن لنا بهذه الحثالات فهي لا تنتج إلا التفاهة والسفاهة والجهالة الذي يريد أن ينتفع من تفاهتهم ومن سفاهتهم أتحدث عن المراجع الكبار في النجث وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل الذين يريدون أن ينتفع من تفاهاتهم وسفاهاتهم وجهالاتهم بإمكانهم أن ينتفعوا منهم ولكن عليهم أن يتبرأ من دين العترة الطاهرة لأن دين أولئك لا علاقة له بدين العترة الطاهرة ولا بدرجة واحد بالمئة دين مراجع النجف وكربلاء يتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة مئة بالمئة أعود إلى الرجعة الصغرى والتي هي شأن من شؤون مرحلة الظهور إنها تمثل جانبا مهما من جوانب الصورة الفائقة لمرحلة الظهور المهدوي في هذه الحلقة سأتناول جانبا من شؤون الرجعة الصغرى وإذا ما أشير إلى الرجعة الكبرى فإن ضرورة الحديث واتساق الموضوع هو الذي يلزمني بذلك فأنا لا أريد الحديث عن الرجعة الكبرى إنما أركز كلام بخصوص الرجعة الصغرى التي هي شأن من شؤون مرحلة الظهور المهدوي تلاحظون تكرار الكلام لأن الشيعة لا يفقهون فقه عقيدة الرجعة لذلك أكرر وأصر على هذه البيانات علني أستطيع أن أفهم الشيعة عقيدة العترة الطاهرة الكتاب الذي بين يدي إنه مختصر البصائر أصل الكتاب البصائر لسعد الأشعري القمي والذي اختصره هو الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس في صفحة السابعة بعد العاشرة بعد المئة إنه الحديث الرابع والتسعون بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل يومهم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة والكرة عنوان للرجعة فعندنا الرجعة وعندنا الكرة وعندنا الأوبة هناك رجعة هناك كرة هناك أوبة بالإجمال بالإجمال فإن العناوين هذه تشير إلى اليوم الثاني من أيام الله لكننا إذا أردنا أن ندخل في التفصيل هناك فارق بين هذه المصطلحات فالرجعة تعني شيئا والكرة تعني شيئا والأوبة تعني شيئا قد يكون هناك انفصال في جهة وقد يكون هناك اتصال في جهة أخرى هذه المضامين إذا ما حدثتكم عن الرجعة الكبرى سأدخل في تجاويفها أعود إلى الرواية إمامنا الصادق صلوات الله عليه بخصوص ما جاء في القرآن يومهم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته هذه مساحة لبيان الحقائق ومساحة لتشخيص المخلصين والإخلاص ومساحة لتشخيص المنافقين والنفاق أتحدث عن الأجيال الماضية التي ستعود في الرجعة إن كان الحديث عن الرجعة الصغرى أو كان الحديث عن الرجعة الكبرى وحديثنا هنا موجه إلى الرجعة الصغرى لأنها من شؤون اليوم الأول أما الرجعة الكبرى فهي هي اليوم الثاني يوم هم على النار يفتنون هناك صورة هناك صورة في هذا الكلام القرآني الذهب الذهب إنما ينقى وينظف بواسطة النار عملية إذابة الذهب تتم بواسطة النار فهذا الكلام القرآني يتضمن هذه الصورة لأن عملية إذابة الذهب لتنقيته وتصفيته يقال لها فتنة هذه فتنة الذهب إنما يفتن الذهب من خلال إذابته بواسطة النار لأجل تنقيته وتصفيته يوم هم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة هذا كسر للحقائق يكسرون في الكرة مثل ما يكسر معدن الذهب حينما يؤتى بخامات الذهب بمعدن الذهب كيف يقومون بتصفية الذهب من خلال إذابة ذلك المعدن بواسطة النار يكسرون في الكرة فإن النار التي ستكون في مرحلة الظهور في دوامة الأحداث والوقائع دوامة الأحداث والوقائع والتي ستكون الرجعة الصغرى جزءا واضحا فيها ومن خلال بيان الحقائق عبر المحاكمة المهدوية العالمية هنا سيتجلى كل شيء فهناك محاكمة مهدوية عالمية وهناك دوامة أحداث دوامة أحداث إنها الأشهر الأولى من مرحلة الظهور عبر المسار التأريخي الذي حدثتكم عنه حيث ستكون الحرب شديدة شديدة حيث ستكون الحرب عظيمة عظيمة وخصوصا في بلاد الرافدين وستكون الرجعة مركزة في العراق مركزة في العراق ما أنا الذي أقول الوقائع والأحداث والقرائن والروايات والأحاديث ستكون الرجعة الصغرى مركزة في العراق وبنحو واضح المكان الذي ستتركز فيه الرجعة النجف النجف الروايات هي التي تقول النجف هو المكان الذي ستتركز فيه الرجعة لماذا؟ لأن أحياء النجف أعداء إمام زماننا وشيعة العراق أعداء إمام زماننا الحل أن الأموات يخرجون لقتالهم الروايات هكذا تقول ما أنا الذي أقول فإن الأموات المخلصين الذين محضوا الإيمان يخرجون يضربون هامات النجفيين الروايات هي التي تقول يضربون هامات شيعة العراق الأحاديث هي التي تقول لست أنا وسأضرب لكم أمثلة من خلال أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإمامنا الصادق بخصوص ما جاء في القرآن يومهم على النار يفتنون يقول يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته فعبر المحاكمة المهدوية العالمية وعبر دوامة الأحداث وتقلبات الأمور في الأشهر الأولى في الفترة الزمانية الأولى من مرحلة الظهور إنه الصراع ما بين الزهرائيين والبتريين ما بين الزهرائيين الفاطميين الذين هم أنصار إمام زماننا وما بين البتريين من أنصار أحبار الشيعة وحاخامات الشيعة إنها المعركة ما بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات من هنا فإن إمامنا الصادقة في رواية التقليد والتي مرت علينا في الحلقات المتقدمة قرأتها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فإن إمامنا الصادقة تحدث عن أحبار وحاخامات اليهود في الوقت نفسه تحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى وقام الإمام بعملية مقارنتين ولكن في النهاية فإن مراجع الشيعة هم الأسوأ هم الأسوأ لأن الأحبار والحاخامات لم يباشر قتل الحسين أما مراجع النجف وكربلاء فإنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم ألعنوا من قتلة الحسين ومن هنا فلابد من وجود مرحلة حاسمة المرحلة الحاسمة الرجعة الرجعة التي ستكون مركزة في العراق وستكون مركزة في النجف حيث يأتي الراجعون المكرورون هكذا يسمون في الروايات المكرورون يأتي الراجعون المكرورون كي يضربوا هامات النجفيين والكربلائيين والعراقيين عموما هذا هو الذي سيكون هذا ما هو كلامي هذه أحاديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل في زيارة إمام زماننا صلوات الله عليه التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين زيارة معروفة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القموي والكتاب متوفر في بيوتكم بل في جيوبكم في أجهزة الموبايل في هذه الزيارة حديث عن الرجعة الصغرى هكذا يقول الزائر مخاطبا إمامه في زمان الغيبة مثل ما حالنا الآن مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك الزائر يخاطب الحجة ابن الحسن مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك قبل مرحلة الظهور فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لماذا ذكر الكرة مع الرجعة لأن المكرورين يشاركون في الحروب أما الموصفون بالراجعين ليس بالضرورة أن يشاركوا في الحروب قد يشاركون قد لا يشاركون المكرورون هم الذين يشاركون في الحروب وأن يجعل لي كرة في ظهورك هذه المصطلحات كما بيّنت قبل قليل أتحدث عن الرجعة الكرة الأوبة قد تتفق في بعض الجهات وقد تختلف في جهات أخرى وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي لأبلغ من طاعتك مرادي هذا يكون للمكرورين وللراجعين وأشفي من أعدائك فؤادي هذا للمكرورين هؤلاء شيعة يفترض فيهم أنهم متفونون في النجف ليس بالضرورة أنهم قد دفنوا بنحو مباشر من ذويهم ربما دفنوا في بلاد بعيدة لكن الملائكة النقالة هي التي تأتي بهم إلى النجف الروايات الروايات هكذا تقول شيعة علي يدفنون بجواره والذين يدفنون بجواره من قبل ذويهم وأسرهم إن لم يكونوا من شيعته ينقلون من جواره فإنهم سيخرجون من وادي النجف الروايات أخبرتنا وسيضربون النجفيين على هاماتهم لماذا؟ لأن النجفيين أعداء عليهم أعداء عليهم هؤلاء هم البتريون المراجع البتريون وأتباعهم النجف خالية من شيعة علي ولذا فإن الأموات يخرجون من قبورهم الأحاديث هي التي أخبرتنا وسأقرأها عليكم سأقرأها عليكم مولايا يا بقية الله فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي حديث عن الرجعة الصغرى وهذا واضح في الزيارات والأدعية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا لأننا نتحدث عن مرحلة الظهور فحينما يكون الحديث عن مرحلة الظهور فإن الحديث هنا عن الرجعة الصغرى وماذا نقرأ في دعاء العهد وهو دعاء معروف من أدعية زمان الغيب مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن حال بيني وبينه بيني وبين الحجة ابن الحسن في زمان الغيبة اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية إنني من أهل زمان الغيبة وجاء أهل الموت وما أدركت زمان الظهور هذا دعاء دعاء من أدعية العهود والمواثيق مع إمام زماننا صلوات الله عليه اللهم إن حال بيني وبينه وبين الحجة ابن الحسن الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيد إنها طلعة الحجة ابن الحسن اللهم أرني الطلعة الرشيد والغرة الحميد وكح الناظري بنظرة مني إليه إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي لبيك 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 داعي الله ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي الكلمات واضحة تتحدث عن الرجعة الصغرى ولذا مهم جدا مهم جدا يا أيها الذين تقولون من أنكم شيعة أن تعرفوا عقيدتكم وحينما تقرؤون الأدعية أن تعرفوا مضامين الأدعية فهذه الأدعية لم تنسج للحمير الذين يقرؤون ولا يفقهون ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول أمير المؤمنين فالقارع الذي يقرأ ولا يفقه ما يقرأ أو أنه يفهمها بنحو خاطئ وفقا للتثقيف البتري وللتثويل النجفي الكربلائي وللتجهيل الطوسي فهذا هو دون الحمير دون الحمير ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذه مضامين الأدعية ومضامين الزيارات خصوصا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا فإنها تتحدث عن الرجعة الصغرى حينما نقرأ الزيارة الرجبية الجامعة وهي من النصوص التي وردتنا من إمام زماننا إنها تتحدث عن الرجعة الكبرى الزيارة الرجبية التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب في آخر الزيارة الرجبية في دعائها ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم على محمد وآل محمد ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم حتى العود إلى حضرتكم الكلام هنا عن زمان الغيبة أو عن مرحلة الظهور والفوز في كرتكم حتى العود إلى حضرتكم حتى العود إلى زيارتكم في زمان الغيبة وإذا كنا في زمن قريب قريب جدا من الظهور المهدوي فإن الكلام سيكون عن مرحلة الظهور نحن الآن في زمان الغيبة فحينما نقرأ الزيارة حتى العود إلى حضرتكم إلى مشاهدهم المقدسة لكننا لو كنا في زمان قريب لو كنا في رجب العلامات أو كنا في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة أو كنا في شهر ذي الحج حيث ستقتل النفس الزكية لو كنا في زمان قريب من ظهور إمام زماننا فإن المراد بالجملة حتى العود إلى حضرتكم إلى حضرة إمام زماننا في مرحلة الظهور والفوز في كرتكم العبارة هنا تتحدث عن الرجعة الكبرى والحشر في زمرتكم الحديث عن القيامة الكبرى أيام الله أيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى المضمون يكون واضحا في زيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه هكذا نقرأ فيها وجعلني سياق الدعاء وجعلني وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني سبحانه وتعالى وجعلني وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويحتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويحشر في زمرتكم في مرحلة الظهور ويكر في رجعتكم إنها الرجعة الكبرى ويملك في دولتكم يملك في دولتكم دولتهم في الرجعة الكبرى وأعظم دولتهم الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة الكبرى في آخر عصر الرجعة العظيمة ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم إنها أيام الله أيام الله أيامهم يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بعد عرض هذه العقيدة التي هي أساس ديننا يأتي البيان الواضح الصريح بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم هذا هو جوهر ديننا هذا الكلام جاء متفرعا على الاعتقاد برجعتهم ولذا فإن أئمتنا يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا فليس منا كيف يؤمن برجعتهم وهو لا يعرف أسرارها وهو لا يفقهها لا يستطيعوا أن يؤمن بها ولذا فإن مراجعكم الثولان في النجف وكربلة لا يفقهون أسرارها ولذا لا يؤمنون بها كيف يؤمنون بها وهم لا يفقهون أسرارها وينكرون رواياتها وأحاديثها فكيف يؤمنون بها وينكرون الأحاديث التفسيرية التي وردت عن العترة الطاهرة في تفسير قرآنها وآيات الرجعة في القرآن فسرتها الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الثولان أتحدث عن الآيات العظمى وعن حجج الإسلام والمسلمين طيح الله أحظه بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم النص هنا مزور محرف ومن قصده توجه بكم النص صحيح ومن قصده توجه إليكم وليس توجه بكم ومن قصد الله توجه إليكم مثل ما نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه وليس به لا يعني أن التوجه بهم إلى الله ليس صحيحا هذا مستوى من مستويات الإيمان والمعرفة لكن الزيارة هنا قول بليغ كامل فلا بد أن تتحدث عن أعلى المستويات فأعلى مستويات المعرفة بهم أن نتوجه إليهم وليس بهم ومن قصد الله توجه إليهم وليس بهم لا يعني أن الذين يتوجهون بمحمد وآل محمد إلى الله هم على ضلال لكنها مرتبة من مراتب الإيمان مرتبة متدنية المرتبة العالية هي هذه بما أن الزيارة الجامعة الكبيرة جاءت بمستوى القول البليغ الكامل النخعي هكذا قال للإمام الهادي علمني ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم الإمام أجابه وجواب الحكيم يكون على قدر السؤال فإن السائل أراد من الإمام أراد قولا بليغا كاملا فأجابه الإمام بهذه الزيارة فهذه الزيارة قول بليغ كامل ليس من المنطق أن القول البليغ الكامل حينما يتحدث عن خصائص الإيمان يتحدث عن المراتب المتدنية من الإيمان هذا تحريف الطوس الطوس حرفها الطوس حرفها وقد بينت ذلك في برامج السابقة الطوس حرفها وإلا فإن النص الموجود في عيون أخبار الرضا للصدوق ومن قصده توجه إليكم وليس بكم وهذا هو النص الصحيح بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالية موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم هذا القول البليغ الكامل بحسبنا بحسبنا وليس بحسب محمد وآل محمد الزيارة الجامعة الكبيرة مهما تعمقنا في فهمها فهي لا تساوي شيئا إذا كان النظر إلى محمد وآل محمد من حيث هم الزيارة الجامعة الكبيرة هي أعظم نص عقائدي بين أيدينا من حيث نحن من حيث نحن من حيث هم لا تساوي الزيارة الجامعة الكبيرة فلسا ممسوحا من حيث نحن فإن الزيارة الجامعة الكبيرة هي دستورنا العقائدي الأسمى وهي أهم نص بين أيدينا من خلالها نستطيع أن نتعرف على مقامات محمد وآل محمد وعلى شؤونهم الغيبية المقدسة لكن لا تقول من أنها قول بليغ كامل من حيث هم من حيث هم لا يوجد عندنا قول بليغ كامل هم فقط هم فقط فيما بينهم يمتلكون القول البليغ الكامل الله يعرفهم وهم يعرفون أنفسهم أما نحن فإننا لا نعرف شيئا عنهم وإنما علمنا عرفنا عرفنا عبر هذه الوساطة هكذا يعرف إمام زماننا وهكذا تعرف العقائت وهذا هو منهج دين العترة الطاهرة ألا لعنة ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على دينهم البتري الطوسي لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وأسلافنا وضللونا ضللونا ضللوا أنفسهم وضللونا ألا لعنة الله على دينهم نذهب إلى فاصل الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان إنه مولد الحسين في مولد سيد الشهداء نقرأ هذا الدعاء وهذه الأدعية ما هي كلمات طقوسية ما هي جمل مناسكية لا يراد منها إلا أن نلقلق بالألسنة هذه منابع للمعرفة والعقيدة منظومة منظومة الأدعية والزيارات التي بين أيدينا وهي منظومة هائلة هائلة تتوقعون أن الأدعية والزيارات التي عندنا هي هذه التي تتوفر في كتاب مفاتيح الجنان هذا شيء منه مع أهمية هذا الكتاب مع أهمية النصوص التي جمعها المحدث القمي في مفاتيح الجنان لكننا نمتلك كما هائلا كما هائلا من الأدعية والزيارات والمناجيات والأوراد والأذكار وقولوا ما تشاءون إنها منظومة هائلة عظيمة هذه منابع للمعرفة ومصادر للحكمة لكن الأغبياء في النجف وكربلاء لأن نواصب سقيفة بني ساعدة لا يمتلكون الأدعية والزيارات كالتي عندنا فأهملوها اعتمدوا على المصادر التي تبناها علم الكلام فعلم الكلام علم نقصبي فهو لا يتبنى الأدعية والزيارات مصادر للمعرفة العقائدية وإلا فإن النصوص هذه نسجها لنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم كي نعود إليها وهي أكثر أمانا من الروايات والأحاديث لأن المحرفين يجدون صعوبة في تحريفها وإذا ما حرفوها فحتى عوام الشيعة سيدركون من أن الدعاء محرف إذا كانوا قد أدمنوا على قراءة الأدعية والزيارات سيشخصون مواطن التحريف هي الأكثر أمانا لكن الأغبياء في النجف يقولون من أنها هي الأكثر تحريفا قوم لا بصيرة عندهم في الدين الأدعية والزيارات هي الأقل تحريفا والأقل تصحيفا لأن الأئمة نسجوها بطريقة هندسية يصعب على المحرف وعلى المصحف أن يعبث بها لا يعني أنها لم تتعرض للتحريف والتصحيف مطلقا لكن نسبة التحريف والتصحيف في الأدعية والزيارات قليلة بالقياس إلى الأحاديث والروايات بالقياس إلى الخطب الطويلة المروية عنهم صلوات الله عليهم على أي حال الدعاء أوله اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته إلى آخر ما جاء في كلمات الدعاء إلى أن نقول ونحن نتحدث عن سيد الشهداء قتيل العبرة وهل غيره إنه الحسين قتيل العبرات قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة إنه سيد الأسرة إنها أسرة محمد وعلي وفاطمة عترة محمد هي عترة الحسين الحسين والد العترة والد الأئمة المعصومين الحسين عين القلادة في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة الحسن ويأتي الحسين عين القلادة ومن عين القلادة هذه إن بثقت العترة الحسينية الطاهرة المطهرة من سجادها إلى قائمها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى متى ليس الكلام عن يوم عاشراء لقد جرى على الحسين ما جرى يوم عاشراء وهذا هو الذي خطط له أبو عبد الله لأنه أراد أن يصنع جيوشا من العواطف عبر الأجيال فكيف يصنعها لقد جيش أبو السجاد العواطف عبر القرون كيف استطاع أن يجيشها جيشها عبر ترسيخ مظلوميته لقد فسح المجال لهم أن يمارس كل ظلمهم لأجل أن يثبت أن الخير كله في جنب علي وآل علي وأن الشر كله في جنب السقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة التي كتبها أبو بكر وعمر والذين معهم أيام النبي وتعاهد على أن يغتصب الخلافة من علي إذا كتب الكتاب قتل الحسين الحسين أراد أن يكشف هذه الحقيقة ولذا فسح المجال لظلمهم من هنا حمل العائلة معه لأن البرنامج الذي رسمه الحسين هو الذي يريده الله الله سبحانه وتعالى أراد ما جرى في كربلاء لأن الحسين هو الذي خطط لذلك شاء الله أن يراني قتيلا هذه مشيئة الله متفرعة عن البرنامج الذي رسمه الحسين لأن الله أوكل الأمر إلى الحسين أساسا فالحسين هو الذي رسم البرنامج إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا مشيئتهم واحد وشاء الله أن يراه النسبايا البرنامج الذي رسمه أبو السجاد هو الذي أراده الله وأمضاه وحينما استأذنت الملائكة سبحانه وتعالى أن تنزل إلى كربلاء لنصرة الحسين جعل الأمر بيد الحسين فحينما لم يأذن لهم وقفوا جانبا وقفوا جانبا وإنهم لينتظرون في قبره قيام القائم القائم كي يكونوا معه ما نقرأه في زيارات الحسين عن الملائكة الذين يحفون بقبره ويستغفرون لزواره هؤلاء هم قتيل العبره يا حسين وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة جاء ذكر الكرة لأن لأن النظر إلى جهة الحروب وجهة القتل والقتال في مرحلة الرجعة الممدود بالنصرة يوم الكرة إنها الرجعة الكبرى لأن الحسين هو أول الراجعين من آل محمد الروايات هكذا أخبرتنا قتيل العبره وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله دقق النظر في هذه الجملة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته هذه الكرة والأوبة والرجعة إنها عوض إلهي عن قتل الحسين أنتم 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 الذين تقولون إننا خداهم الحسين أنتم خداهم يزيد لأنكم لا تفقهون عقيدتكم ولا تفقهون أن الرجعة عوض لقتل الحسين وأن الحسين اشترى بقتله الرجعة أنتم تقلدون مراجع لا يفقهون دينه ولا يفقهون عقيدة الرجعة وحتى الذين يقولون بها يقولون من أنها ليست ضرورية ويتحدثون عن الرجعة الصغرى وهم لا يعرفون أن رجعة صغرى ترتبط بمرحلة الظهور وأن رجعة كبرى هي هي التي يقول عنها أئمتنا بأن الذي لا يؤمن بها فليس منها تفقهون هذه الحقائق فأي خدام للحسين أنتم أي خدام أنتم مجموعة سرابيت وليس أكثر من ذلك ماذا تعرفون عن الحسين هذه العقائق تعرفونها هل تبنون عقيدتكم في التعامل مع الحسين وفقا للعقيدة السليمة التي هي هذه أهكانها وجهاتها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته إنها الرجعة الكبرى الرجعة الكبرى التي هي عوض عوض من الله لقتل الحسين وليس لدمه كونوا دقيقين كونوا دقيقين الرجعة عوض لقتل الحسين وليس لدمه فإن دم الحسين لا يعوض بشيء لماذا لأن الله جعله دمه دم الحسين دم الله هكذا نسلم عليه في زياراته السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الثار في لغة العرب تعني الدم فدم الحسين دم الله ودم الله ليس له من عوض إنما العوض عن الحدث الذي وقع الحدث الذي وقع عملية القتل إذا قلنا من أن الرجعة عوض عن دم الحسين وقصدنا الحقيقة فهذا كفر كفر إلا إذا أردنا المعنى المجازي يجوز هذا إذا كنا نقصد بدمه معنى حدث القتل بحسب المجازي يمكن أن نقول ذلك لكننا إذا قصدنا ذلك بحسب الحقيقة فهذا كفر صريح إنني أتحدث في قواعد عقيدة العترة الطاهرة لا أبالي بدين سقيفة بني ساعدة ولا أبالي بدين أولئك الثولان الذي هو دين الطوسي المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون خير أنصار الأئمة يكونون خير أنصار لمن يكونون خير أنصار لمحمد صلى الله عليه وآله في زمان دولته العظمى يكونون موظفين عنده يكونون وزراء عنده يكونون عمالا وولاة عنده الكلام هنا عن الأئمة المعصومين هو الأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته إنها الرجعة الكبرى حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون إنهم الأئمة المعصومون ويكون خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار اللهم فبحقهم إليك أتوسل الحديث عن الأئمة المعصومين يكونون خير أنصار لمن لمحمد للدولة العظمى ألا تلاحظون أن آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم تأتي في سياق واحد هذا السياق يتعانق مع بلاغة العربية مع الصور الجميلة لأساليب التعبير في الأدب العربي وكل ذلك هيأتي وفقا للمنطق السليم وللحكمة الواضحة ولبديهيات قواعد العقل في التفكير البشر والإنسان وكل هذا يأتي منسجما مع واقع مرير كان في الماضي ولا زال هو هو في الحاضر لا بد أن ينتهي لا بد أن ينتهي وفقا لبرنامج متكامل لا نستطيع أن نتصور تكامل ذلك البرنامج من دون هذا الذي بيّنته لنا الآيات القرآنية المفسرة بتفسيرهم وفي السياق نفسه تأتي الروايات والأدعية والزيارات الشريفة نذهب إلى فاصل عرفتم الآن لماذا كان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين هذا الكلام كان يقوله عن أمير المؤمنين أيضا كان يقول عن أمير المؤمنين علي مني وأنا من علي وكان يقول أيضا أنا علي وعلي أنا وهو يجري بنفس المضمون بخصوص الصديقة الكبرى وبخصوص إمامنا المجتبة الحسن الزكي لكن كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسين أخذت صدا معينا وإنما أخذت صداها لأن النبي صلى الله عليه وآله أراد ذلك لأن العترة الطاهرة أرادت ذلك أرادوا لهذه الكلمة أن تأخذ موقعها في الإعلام في التبليغ في العقول في القلوب قولوا ما شئتم حسين مني وأنا من حسين لأن قتل الحسين كان ثمنا للرجعة الكبرى التي غايتها التي غايتها أن تتحقق البعثة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وآله حينما تتأسس الدولة المحمدية العظمى تلك هي الزبدة الذي جرى على حسين على رمال الطفوف الزبدة هناك حسين مني حسين مني وأنا من حسين هناك نص مروي أيضا أنا أنا من حسين وحسين مني لكن الكلمة المشهورة هي هذه التي ذا عصيتها في كل الأوساط في أوساط المحبين وفي أوساط المبغضين حسين مني وأنا من حسين قتل الحسين في كربلاء زبدة زبدة المشروع الحسيني أين ستظهر ستظهر في آخر عصر الرجعة الكبرى إنها جنة محمد وآل محمد إنها جنة الأرض الدولة المحمدية العظمى التي يكون فيها علي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومون من ولد الحسين يكونون خير أنصار لمن لمحمد صلى الله عليه وآله مثلما قرأت عليكم قبل قليل في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري والذي نقرأه في الثالث من شعبان في مولد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الحقائق يوضح بعضها بعضا والدقائق تترابط فيما بينها لتظهر لنا نتيجة وضاءة واضحة صريحة الدين لا يؤخذ إلا منهم والحقائق لا تؤخذ إلا منهم والوضوح الوضوح في كل شيء لا يستطيع الإنسان أن يكتسبه إلا بتوفيقهم صار واضحا لدينا الآن هناك رجعتان هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى وإنني أصر على هذا لأن الأمور مختلطة عند الشيعة لا يعرفون عقائدهم هؤلاء المعممون حمير حمير مجموعة من البغال أتحدث عن مراجعهم بالدرجة الأولى وعن خطبائهم وعن خطبائهم الحمير بالدرجة الثانية لا يمتلكون وضوحا في العقيدة لأنهم لا يأخذون الدين من المصادر الصحيحة المصادر الصحيحة للدين مصدران فقط قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم فقط وحديث محمد وآل محمد بتفهيمهم فقط وهؤلاء الذين في النجث وكربلاء لا يعتمدون هذه المصادر يعودون إليها ولكنهم يلعبون يعودون إليها ولكنهم يعبثون يعودون إليها وهم لا يمتلكون بصيرة يعودون إليها ويحكمون قواعد النواصب فيها ويحكمون ترهاتهم واستحساناتهم الخرقاء وآراءهم السخيفة يحكمونها في القرآن وفي حديث العترة الطاهرة فيرفضون ما يرفضون ويقبلون ما يقبلون ويفهمون ما يريدون أن يفهموه بطرق ليست سديدة ولا سليمة لأنهم يأخذون القواعد والأصول من سقيفة بني ساعد وفروعها وهذه هي الحقيقة التي طالما تحدثت عنها وأصر عليها يضحكون على أنفسهم ويضحكون علينا بعد ذلك نبهوا الشيعة نبهوا الشيعة إلى حقيقتهم وإلى مقامهم وواقعهم ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الديخية ما لدي أجيب الأسماء راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخير بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنة قل لي مستعجب مستعجب تركب يعني خلاغة أبا ميشيني كما كنتم خلاغة أبا ميشيني جميز بغلا فكار حالة تركش ديخ عبارة تركش والنص عبارة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عراضة قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ ومش لا لا معلم إجمالي لا هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة رجعة صغرى ورجعة كبرى في برامجي أستعمل هذين الوصفين حينما أتحدث عن الرجعة فأقول الرجعة العجيبة وأقول الرجعة العظيمة إنني أقصد بالرجعة العجيبة الرجعة الصغرى وحين أقول الرجعة العظيمة فإنني أقصد بها الرجعة الكبرى قد تقولون لماذا إنني استقيت هذه المضامين وهذه المصطلحات من أحاديثنا أحاديثنا هي التي أخبرتنا من أن الرجعة الصغيرة سيقع ضمنها أعجب العجب فما جاء في الروايات من أن العجب كل العجب بين جماد ورجب إنه يرتبط بالرجعة الصغرى ومن هنا فإنني حين أتحدث عن الرجعة الصغرى أقول الرجعة العجيبة لأن الأحاديث التي أخبرتنا من أن العجب كل العجب بين جماد ورجب هذه هي بداية الرجعة الصغرى إذن الرجعة الصغرى هي الرجعة العجيبة إذا ما رجعتم إلى برامجي السابقة ستجدونني أستعمل هذا المصطلح أستعمل مصطلح الرجعة العجيبة إنها الرجعة الصغرى لأن بدايتها هكذا وصفت في أحاديث الأئمة المعصومين من أن العجب كل العجب سيكون متى بين جماد ورجب سأحدثكم عن هذا سأحدثكم عن هذا أما الرجعة الكبرى فإنني حينما أتحدث أصفها بالرجعة العظيمة هذا المضمون أخذته من الأحاديث أيضا على سبيل المثال أقرأ عليكم من مختصر البصائر إنه الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل من الصفحة الثامنة بعد المئة إنه الحديث السادس والعشرون بسنده عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها فهذا كان معروفا بين كبار أصحاب الأئمة من أن الرجعة من الأمور العظام فهي عظيمة ورد في رواياتنا من أننا نسأل الأئمة عن عظائم الأمور ومن جملة عظائم الأمور الرجعة إن كانت الصغرى أو كانت الكبرى لكن الكبرى ستكون أعظم وستكون أكبر ومن هنا وصفت الرجعة الصغرى بالرجعة العجيبة ووصفت الرجعة الكبرى بالرجعة العظيمة عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها فقال إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف وصلنا إلى هذه النقطة الرجعة رجعتان رجعة صغرى وهي الرجعة العجيبة ورجعة كبرى وهي الرجعة العظيمة إنما أكرر هذا الكلام لأنني سأستعمل هذه المصطلحات في أحاديثي وبرامجي كي تفهموا مقصدي ومرادي إن كان في هذا البرنامج أو في البرامج القادمة أو فيما سبق من البرامج المتنوعة المختلفة الكثيرة فهذه هي مصطلحاتي وهذه هي أصولها وهذه هي جذور ثقافتها نذهب إلى فاصل لقطات من أجواء الرجعة الصغرى إنها الرجعة العجيبة الرجعة الكبرى هي الرجعة العظيمة وأنا وأنا لا أحدثكم وأنا لا أحدثكم عنها في هذا البرنامج لأنني أحدثكم في أجواء اليوم الأول إنه يوم القائم أما الرجعة الكبرى وهي الرجعة العظيمة فإنها اليوم الثاني من أيام الله لكن الرجعة الصغرى وهي الرجعة العجيبة من شؤون يوم القائم صلوات الله عليه فهنا لقطات لقطات من أجواء الرجعة الصغرى الرجعة العجيبة غيبة الطوسي إنه محمد بن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي الذي عليه حوزة النجف وكربلاء أسس مذهبه سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والثمانين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن المفضل بن عمر قال ذكرنا القائمة عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره تحدثوا عن إمام زماننا وتحدثوا عن الذين كانوا ينتظرون قيامه ينتظرونه وماتوا فقال لنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذا قام إذا قام القائم أُتي المؤمن في قبره إنه المؤمن الذي محض الإيمان محضا فقانون الرجعة في الرجعة الصغرى وفي الرجعة الكبرى الراجعون الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر الحديث هنا عن المؤمنين إذا قام أُتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن تلحق به فالحق لا تتصور أن الحديث يكون بخصوص قبر ترابي الحديث هنا عن عالم القبر وعالم القبر هو عالم البرزخ وهو عالم وسيع فسيح يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي دليل المسافر كي تطلعوا على تفاصيل عالم البرزخ إذا قام القائم أُتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك صاحبك هذا الذي كنت تنتظره فإن تشأ أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم الأمر إليك هذه قوانين الرجعة نحن نتحدث هنا عن الرجعة الصغرى وهذه القوانين هي هي ستكون في الرجعة الكبرى لكننا نتحدث عن لقطات ترتبط بالرجعة الصغرى بالرجعة العجيبة تذكروا هذا القانون المفضل ابن عمر يقول ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره فقال لنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذا قام إذا قام القائم أُتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك ذلك الذي كنت تنتظره وما أدركته فإن تشأ أن تلحق به فالحق قم إلى رجعتك وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم منظومة متكاملة أحاديثهم أدعيتهم زياراتهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم ألا لعنة الله على المذهب الطوسي ألا لعنة الله على المنهج البتري لقد فرقوا فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة وحينما تمسكنا ببعض أذيالها شنوا علينا حربا شعواء ولا زالت حربهم مستمرة إلى هذه اللحظة أنتم لا تعلمون ماذا يفعلون مع قناة القمار وماذا يفعلون مع هذا الذي يحدثكم إنها حرب شعواء هذا هذا هو الواقع الشيعي أطوسي البتري القذر وسيبقى قذرا حتى يظهر إمام زماننا إلا إذا أراد الشيعة أن ينظف أنفسهم وأن ينظف واقعهم وأن يعتزل تلك الحثالات أتحدث عن الآيات والحجج العظام أقرأ عليكم من مختصر البصائر إنه الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة التسعين الحديث الثالث بسنده عن بريدة الأسلمي من صحابة النبي عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أنت يقول لبريدة كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي هذا اليأس على مراتب هناك يأس علمي يتصور من أنه على علم ومن أن علمه يقوده من أنه لا يوجد مهدي ولا يوجد إمام ولا يوجد قائم ولا ولا فهذا يأس علمي يتصور أنه على علم ومن خلال المعلومات التي يمتلكها وهي جماع من أضاليل ومن ضلال لكن لكنني لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة فهناك يأس علمي وهناك يأس واقعي اليأس الواقعي يأتي من خلال أن الإنسان يعيش عمرا طويلا وتمر به التجارب وتمر به المحن وكلما يقول من أن الفرج قريب ليس هناك من نتيجة الواقع والحياة التي يعيشها وحيث يطول به الأمد وإذا طال الأمد فإن القلوب تقسو فقسوة القلوب تقود الناس إلى اليأس فهناك يأس علمي ما هو بعلم لكنهم هم يقولون من أنه علم وإلا هي جماع من جهالات وضلالات العلم الحقيقي لا يقود الإنسان إلى اليأس هناك يأس علمي هناك يأس واقعي مرده إلى واقع الحياة وتجاربها وهناك يأس عقائدي هذا اليأس العقائدي قد ينشأ من خلال إطلاع الإنساني على عورات نواب صاحب الزمان فيقوده ذلك كي يقول كيف هؤلاء نواب لصاحب الزمان بهذا الحال السيء وبهذه العورات القذرة وبهذه العيوب أن قبيحة جدا وهو قد نصبه إذا لا حقيقة له فإما أن يكون كحالهم وإما أن لا حقيقة له إنه يصل إلى هذه النتيجة أن لا حقيقة له وإما أن يكون جزءا من هذه المجموعات الضالة الباطنية وغير الباطنية الذين يصنعون عقائد من هراء وخراء كالمجموعات النصيرية والخطابية وسائر المجموعات الأخرى الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة فإذا ما توغل في عقائدهم فإنه سيصل في مرحلة من المراحل إلى هذه النتيجة إلى أنه ليس هناك من إمام وكل هذا ضلال في ضلال حينما تنكشف له حقيقة هذه المجموعات وإما أن يكون معتقدا بالإمام وهو اليأس النفسي لكنه لا يرتب أثرا عمليا على ذلك وإنما يتعامل مع الموضوع وكأن الإمام لا وجود له وهذه هي الفتنة الأكبر وهذا هو حال الشيعة المنتظرين الفتنة الأكبر هي هذه اليأس العلمي اليأس الواقعي اليأس العقائدي كل ذلك يمكن في لحظة من اللحظات أن يتجرد منه الإنسان وأن يهتدي إذا كان موفقا وأن يهتدي إلى هدى محمد وآل محمد لكن المشكلة هنا في الذي يعتقد أنه على هدى وأنه يعتقد بوجود إمامه لكنه وجدانيا ونفسيا لا يتواصل معه لا يتفاعل معه لا يرتب أثرا حقيقيا على ما يعتقد وهذا أخطر أنواع اليأس إنه اليأس النفسي يعيش على هذا ويموت على هذا إذا مات على هذا فإنه سيسلب منه دينه هذه من أوضح علامات الدين المستودع أن يعتقد الإنسان عقيدة صحيحة لكنه لا يتفاعل معها إنني منذ الثمانينات ومنذ التسعينات وأنا أقول دائما من أن مشكلتنا في الواقع الشيعي فقدان الحماس العقائدي لو رجعتم إلى محاضراتي ودروسي في الثمانينات والتسعينات أردد هذا الكلام دائما وكنت أقول في حينها في تلك السنين ليست مشكلتنا صدام يا شيعة العراق ليست مشكلتنا صدام كانوا يقولون عني من أنني بعثي في حينها كنت أقول من أن صدام والبعثيين يمثلون جزءا من مشكلتنا إن مشكلتنا الحقيقية فقدان الحماس العقائدي والمشكلة قائمة إلى اليوم وكلما طال الزمان فإنها تتجذر وتتجذر وتتجذر أكثر وهذا هو اليأس النفسي ولذا فإنني في نهاية كل حلقة وأنا أودعكم أقول نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا هذا هو الحماس الذي أتحدث عنه لأن فقدان الحماس هذا سيؤدي بالإنسان إلى اليأس النفسي وهذا هو الذي عليه أكثر الشيعة وحينما يخرج إمام زماننا لا يعني أن الشيعة لا يعتقدون بوجوده لكنهم يعيشون هذه الحالة وسبب هذه الحالة مراجع النجف وكربلاء سود الله تعالى وجوه لأن فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه من أين يأتي الحماس؟ من هؤلاء؟ هؤلاء لا حماس عندهم لا عقيدة عندهم هؤلاء غاطسون في ضلالهم أعود إلى الحديث الذي رواه لنا بريدة الأسلم النبي يقول له صلى الله عليه وآله كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها 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 مثل قرن الشمس يأتيها واضحا جليهيا لكن الأمة يائسة يائسة كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس جليا واضحا كما يقال كالشمس في رائعة النهار فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض فقلت يا رسول الله بعد الموت لأن النبي هكذا قال له كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي هذا الكلام قد يقال على سبيل الافتراض افتراضا أنك يا أيها المخاطب تخيل هذه الصورة وقد يقال لشخص يخبر بأنه سيكون حيا في ذلك الوقت ولذا فإن بريدة فهم هذا الفهم فقلت يا رسول الله بعد الموت لأن الرجل كان عارفا بأن أمر الإمام سيتأخر فقلت فقلت يا رسول الله بعد الموت فقال رسول الله والله والله لم يجبه لم يجبه عن سؤاله وإنما بيّن حقيقة أخرى فقال والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتحدث عن الرجعة الصغرى وعن الرجعة الكبرى والله والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا من أن أُناسا يموتون وسيعودون إلى الحياة وسينالون هدى وإيمانا ونورا النبي يقول لبريدة الأسلمي كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض فقلت يا رسول الله بعد الموت فقال صلى الله عليه وآله والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا قلت يا رسول الله أي العمرين أطوال هل أعمارهم قبل الرجعة أطوال أم أن أعمارهم في الرجعة أطوال الذين ماتوا وسيعودون في الرجعة هل عمرهم قبل الرجعة يكون أطول من عمرهم في الرجعة أم أن عمرهم في الرجعة يكون هو الأطول قلت يا رسول الله أي العمرين أطوال قال الآخر بالضعف العمر في الرجعة العمر في الرجعة سيكون مضاعفا ومرت علينا الروايات من أن عمر الإنسان يصل إلى ألف سنة وربما أكثر ستمتد الأعمار وتذكروا من أن منظومة الزمان ستتغير تغيرا هائلا فكل الحسابات والقياسات والأرقام التي نحن نستعملها الآن ستتغير ستتغير وتذكروا من أن كل العلم من أن كل العلم منذ بداية العلم في عالمنا وإلى يوم الظهور حرفان واختلط الحق والباطل فيهما واختلط الصواب والخطأ فيهما الإمام سينقي هذين الحرفين وسيضيف إلى الحرفين خمسة وعشرين حرفا عالم جديد عالم جديد إنها مرحلة الظهور في صورتها الفائقة المتألقة المونقة المونقة وقت الحلقة انتهى للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله زهرائيون نحن ترجمة نانسي قنقر